قد تكون مصطلح التكفير شوية نوعاً ما كبير يعني الإنسان العادي أو هيئة أو لجنة أو شخص يمكن ما يقدر يقيس نسبة كفر هذا الشخص ويطلق عليه هذا المسمى فيبتعد عن إطلاق هذا المسمى أو هذا المصطلح ولكن ينعت بما يشاهد من سوء تدبير لهذه الفئة والقيادات الداعشية دائماً وهم طبعاً اللي يأتيهم يحاولون يقطعون عنها التفكير في العودة يجعلون خط الرجعة هذا يسكرون عليه يخلونه ممكن يقطع جوازه مقطع فيديو يقطع جوازه ويسب حكامه سبحان الله جيد في أي دولة كانت ليش لأنه لو فكر يقولنا شواناً أرجع أنا أشغل جواز ودايسة وساب الحاكم وينطروني الآن وقد يسجل لأمقطع فيديو وينشر يعني نعم هم هذا اللي يفعلون معه اللي يشكون فيه يخافون أنه ممكن يفكر يفعلون في هذا الفعل بالإضافة يقول ترى هؤلاء يكفرون هؤلاء علماء الصلاطين علماء الحكومات المداهنون يكفرون كذا ويستبيحون دمك إلى آخر ولذلك نحن يجب الحكمة أن نكون صراحاء في هذا الباب قضايا التكفير الخوض فيها ليس سهل تكفير المسلم بأي خطأ كان دون توفر الشروط وانتفاء الموانع هذا خطير وتكفير الأعيان هذا أيضاً خطير لأن من تأصيلات أهل العلم في هذا المقام أن القول قد يكون كفر قد يقول قولاً هذا القول يكون كفر بالله عز وجل لكن القائل لا يكفر ليش؟ لأنه ممكن يكون جاهل ممكن يكون متأول ممكن يكون مكره ممكن وممكن إلى آخره من احتمالات الكثيرة احتمالات كثيرة يمكن التي تحتم علينا النظر في توفر الشروط في حقه حتى يكفر أو انتفاء الموانع من تكفيره ولذلك الأمر ليس بالسهل